قبل قليل أستاذ جفري استمعنا إلى الأستاذ بلال كان يقول بأن هناك رفض إيراني عراقي تركي واتفقوا حينها على الإيطاح بأي طموح كردي بالاستقلال اليوم هل الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حرب مع ثلاث دول في المنطقة وتحديدا باختلاف الأراء مع شريك في الناتو وهي تركيا لا أعتقد ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الآن لديها علاقات متوترة إلى حد ما مع تركيا وأعتقد أن أمريكا ربما تواجه تركيا وإيران أما فيما يتعلق بالعراق فسنرى الحكومة الجديدة إن كانت أقرب من إيران أو منه من القوات الدولية سنرى وذلك سيؤثر من دون شك بالنسبة للأكراد وهم الذين يسيطرون على هذا المسار لو مثلا تحالفوا مع الصدر أو تحالفوا مع المالكي فذلك سيؤثر من دون شك على تفاعل أمريكا مع العراق ومع إيربيل التي تقود هذا المساري اليوم